مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على السلام والأمان والرخاء مساء الخير على ثورة 30 يونيو أو 30 ستة زي ما بنسميها دايماً يا مصريين لكل الشعب المصري كل سنة وانتوا طيبين ولكل شعوبنا العربية أهلاً بيكم في احتفال جديد وعام جديد على ثورة ثورة 30 ستة مساء الخير يا لأنا منورانا ومنورة ستوديو بيتل الكل مساء النور شافكي ومنور مصر في أهلها واليوم يمكن حديثنا هو حديث شيق يعني الآن أنت أكيد راح تحكيه بكل أن أنا بعرف مدى عشقك لمصر كباقي المصريين بس يعني أنا لسه وإحنا بنتكلم دايماً على 30 يونيو والشعب المصري الحقيقة يعني أزهل الجميع يعني كانت الحالة قبل 30 ستة فكرة أنه إحنا حننزل مصريين حينزلوا الإجابة كانت نعم الناس كانت جاهزة قبل 30 ستة يعني الحقيقة يمكن الناس ما تعرفش النزول كان موجود في الشوارع قبل 30 ستة والناس كانت بتستعد والغريب أنه الكبير والصغير وكل الفئات وكل الأعمار وكل الناس يعني كنت تشوفي في الشارع المصري ما تبقيش عارفين عارفة مين اللي ماشي مصريين كلهم على يعني على صف واحد وكنت تقفي ما تشوفيش من هنا لمتر قدام من طفان الناس والناس كانت في الشوارع حتى ستة الكبار كانوا لطاف جداً الناس قرروا عشان مش هقدروا يقفوا كتير في الشارع بقوا مينزلوا عفش البيوت قدام البيوت ويعودوا اللي هو أنا مش طلعة بيتي أنا مش رجعة لحد ما بلدي ترجع يعني أنا هيك بتخيل بأنه ما كان فيه بيت مصري في أهله كانوا كل أهل مصر في الشارع المصري المظبوط إنه شافكي شوفي إحنا كإعلاميين من راقب المشهد وكإعلاميين عرب يمكن كانت قلوبنا كلها مع مصر والشعب المصري والشارع المصري لأنه نحن كإعلام نؤمن بإرادة الشعوب في الأردن الشارع الأردني فعلاً كما هو النظام السياسي الأردني دائماً إحنا تطلعاتنا لمصر دائماً بالخير وبالسلام لأنه ندرك أهمية مصر وفي المنطقة بشكل عام لذلك كان الشعب الأردني يترقب ماذا سيفعل المصريون وهذه الثورة ماذا ستكون نتيجتها يمكن أنا داخل الاستوديو عم بفكر أنه لا صمح الله لا صمح الله لو ما كانت هذه الثورة كيف ستكون مصري الآن طبعاً طبعاً لذلك يعني الآن منسمع دائماً في مصر خصوصاً ونحن نتابع يعني إحنا طبعاً والأردن نتابع ما يحدث لأهلنا في قطاع غزة نتابع ما يحدث لمنطقة بشكل عام يعني ويلات الحروب الحقيقة في كل مكان فتخيلي كمان أنه هذه المنطقة تبقى يعني يعني ملتهبة بهذا الشكل الكبير اللي هي أيضاً ملتهبة يعني شوفي دائماً منحكي إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها وتقرير مصيرها أكيد دائماً في النهاية هذا النضال وهذه التورة راح تنجح لأنه فيه إيمان وكان لدى الشعب المصري فعلاً إيمان بتقرير حياته وتقرير مصير وهو يريد مصر كما كانت مصر حقيقة ولذلك نهضت مصر لسه أجمل وأجمل الجمهورية الجديدة وكأنها الحياة الجديدة وعرفة ده اللي كان صعب لأن أنت كنت بتمشي في الشوارع شوارع كتير رئيسية كانت مكسرة طوب في كل مكان كان فيه بهدلة في البنية التحتية بشكل كبير طرق مثلاً زي ما تروحي من هنا لمحافظات زي الأسكندرية تاخدي وقت طويل جداً لأنه برضو الطرق تم تكسرها بشكل كبير فإذا كان عندك تحدي مش بس إن البلد تركع لك وهويتك إنك كمان تبدأي تعمري من جديد تقافي على رجلك الحقيقة كان تحدي يعني لما تبصي في عمر 11 سنة وأنا بفتكر أنا لسا فاكرة صوت الناس يعني عارفة أنا عايزة أقولك إنه كان عندنا حالة الحقيقة كنا مرتبطين جداً بالجيش الحقيقة يعني خليني أقولك إنه إحنا كشعب مصر إحنا اللي نادينا على جيشنا نادينا على الجيش يعني كنا نمشي ونبص في عيون الزباط وهما موجودين في الشوارع لهو انقذونا تعالوا يعني والجيش كان حنون جداً على شعب مصر في ظهره ومعاه لكن أنا فاكرك مثلاً طيارات لما كانت بتمشي فالناس تقف في البلكونات تنادي على طيارات يعني عارفة الإحساس اللي هو يعني أنا عايزة وطن يرجع فكرة الحداشر سنة إنه يبدأ التعمير ويبدأ التعمير بالسرعة دي مشروعات وطرق وبنى وأفكار جديدة وشباب ومؤتمرات يعني كان في حركة تعمير كبيرة ومازالت يعني أنت متابعها بنفسك كل ما بتيجي أكيد يعني شوفي شافكي التطور أنا يعني وهذا راح نناقشه في حلقتنا التطور في الحياة المصرية على كافة الصعود وكافة النواحي هو تطور واضح يعني مصر في كل مرة بتتغير للأفضل ويمكن آخر دراسة وآخر تقرير أنا من أسبوع قرأته بأنه شبكة الطرق في مصر من أولى دول العالم اللي تطورت وطورت شبكة الطرق عندها واضح يعني أنا حتى لما أمشي ونكون ماشيين في الشارع بحكي برغم العدد الكبير ما شاء الله للشعب المصري كتعداد سكاني لكن ما فيها الأزمة لأنه تشعر أنه فيه توقف للسير بشكل تام وهذا جاء بالنتيجة شبكة الطرق الهائلة جدا والمتطورة اللي بتربط كل أطراف جمهورية مصر مع بعض أكيد هي إرادة شعب هو الحقيقة إرادة شعب قدرت مع قيادتها يبقى فيه توحد وترجع الهوية وترجع مصر لشعبها والمنطقته خلينا نروح لتقرير خلينا نروح كده مع حضرتكم لتقرير في هذا التقرير ونحن نحتفي ونحتفل ب30 يونيو نحتفي بإرادة شعب نحتفي ببلد اسم كبير زي مصر يعود من جديد بقوة